لم تفقد ضاية حشلاف الواقعة بضواح إفران من قيمتها كمتنفس طبيعي للإنسان وظلت صامدة أمام التحولات الإيكولوجية بفعل عوامل عدة لتشكل الاستثناء بين جل بحيرة منطقة الأطلس المتوسط هذه الحقيقة تبلو جليتنا بمجرد ولوج طريق المؤدية إليها عند الخروج بكيلومترات قليلة من إمزار كندر في اتجاه إفران على الطريق الوطني رقم 24 حيث يجب المرور أولا على ضاية عوى التي لم تعد تحمل من الضاية إلى الإسم بعد أن أصبحت ترتدها قطعان مشية تتغذى من أعشاب متناثرة هنا وهناك وتبرز في هذه البحيرة جهود المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة تصحر للنهوض بمختلف الأوساط الطبيعية منها تثمين هذا المسطح المائي باستزراع أسماك الترويت وخاصة الترويت القزحية التي تستهوي مجموعة من الصيادين الذين يتوافدون على المنطقة من مختلف أنحاء المملكة المسطح المائي لحشلف تعتبر واحد المنطقة مميازة بالأطلس المتوسط حيث المساحة حوالي 14 هكتار وتتواجد في واحد العلو 1650 متر كذلك العمق يصل إلى ثلاثة الأمطار هذه الطاية تتغذى على مجموعة من العيون وهي نتيجة عن السيالة الباطينة التي تتوفر لنا التساقطات الأمطار والتولج تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة تصحر بتثمين هذا الوسط باستزراع مجموعة من أسماك كنوع سمك ترويت القزاحية التي يستهوي مجموعة من الصيادين التي توفدوا على هذه المنطقة من مختلف مناطق المملكة خصوصا الريباد، طربيضة، فاس، مكناس، أزرو، إفران، خنفرة إلى آخيره ضاية حشلاف التي قد تكون الاستثناء بالمنطقة في حاجة إلى التأهيل حتى تحافظ على جاذبيتها منها تهيئة طريق المؤدية إليها ضمن مشروع يجري تحضيره من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة تصحر ويقوم المشروع على تهيئة جنبات البحيرة بالأحجار لمنع زلاق التربة وتمكين عملية الصيد في دروف ملائمة ومريحة وتنقيتها وتقسيمها إلى شطرين عبر سياج في وسطها واحد مخصص للأسماك الصغيرة تنمو بداخلها والآخر تتوفر به الأسماك الكبيرة الصالحة للصيد بما يضمن استمرارية مخزون البحيرة من التروة السماكية